عادة ما أسأل المريض ما هو عرض انسداد شرايين القلب التاجية الخاص فيك وكل مريض يعرف هذا العرض ويعرف هذا الإحساس لأن من شخص إلى شخص الأعراض قد تختلف البعض قد يكون عنده ألم في منطقة الكتف فقط البعض الآخر قد يكون عنده إحساس بضيق التنفس البعض الآخر قد يكون عنده إحساس بارتجاع في حامض المعدة أو ما يشبه ارتجاع حامض المعدة فكل مريض يعرف العرض لانسداد شرايين القلب التاجية الخاص فيه ولابد أن يتذكره في المستقبل لأن إذا جاء هذا العرض لابد من أن يراجع الطبيب بسرعة ترجمة نانسي قنقر